موسيقى لا بد نذكر بأننا خلينا الاستثمار العمومي كيمشي بوتيرة تساعدية باش نحافظ على صلابة واستقرار ورش الدولة الاجتماعية وحنا ديما في جنب المواطنين والأسار من اللي تتكون الظروف اللي هي صعبة هاد الخيار هو اللي خلنا نجحف مواجهة التدخم وفن نفس الوقت حافظنا على تنزيل إصلاحات كبرى بوتيرة مستقيرة حضرات سيدة السادة حتى حد فينا مغادين كالتحديات اللي جات فيها هاد الحكومة واللي مست الجوانب ديال كل ديال المجتمع حيث أن المقاولة القيناها الدرات المناصب ديال الشغل التفقدات وحتى المعيش اليوم ديالالأسار عرف بزال ديال التأثير وما كانش يمكن نخليه الأسر المغربية ولا المقاولة بوحدة وسط هاد الأزمات رفعنا التحدي وكانت عندها الجوء الكافية باش نتبنو حلول استعجالية مهمة ندكو لبعض منها أساسا حافظنا على سيع فتوات الكهابة سواء بالنسبة للإستعمال المنزلي أو الإستعمال الصناعي بغلاف مالي ديالسعود المليار ديال الدهن وما زال غادي نزيدوها السنة وعطينا القطاع النقل دعم غير مسبوق وصل 8 مليار ديال الدهن باش نحافظه على تمن نقل عمومي للأشخاص والبضائع في مستويات معقولة كذلك نفدنات نعليمة ديال جلالة الملك الله ينصر وضعنا برامي استعجالية للحد من انعكاس الجفاف بقيمة 20 مليار ديال الدهن كان عندها أطر مباشر في تموين السوق الوطني وضبط التمن ديال الخضر والفواكه الحليب وباقي المنتجات في لحية واخدنا إجراءات داريبية وجمهوركية ووقفنا رسوم الاستيراد على الحاجات الأساسية لا سيما فيما يتعلق بدعم مهني سلاسي اللحوم والقمح الليين والزيوت ودعمنا سلسلة الحليب والزبداء والقطاني موسيقى